السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنا يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجلات في هذا الفيديو الإخوان غدينشوفوا مجموعة من قدامة الجيش الجزائري كيستعدوا لاختراق الحدود التونسية وهذا الشي طلبا للجوء كذلك غدينشوفوا البانحة الإخوان في العاصمة ديال باريس أخيرا تقدمت المسودة الأولى ديال دستور جمهورية القبائل الاتحادية نبقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع دائما كطلاب الروتيني كنتم منكم أنكم تدعموا هاد القناة باللايكات ديالكم بالبرتاش كذلك بالاشتراك وهذا فضلا وليس أمرا متابعين الكرام شكرا جزيلا للدعم ديالكم شكرا جزيلا للكلام الجميل الكلام الطيب حقي جزاكم الله خيرا ونحن جوند مجندة وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتحية الجميع للمغاربة أينما كانوا المغاربة الوطنيين داخل الوطن وخارجه على بركة الله غدين دخلوا صور بالموضوع دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربية والمغرب في صحرائه والعزاء للحاقيدين البرحة الإخوان في العاصمة ديال باريز الحكومة ديال القبائل قدمت أول مسودة للدستور ديال جمهورية القبائل الاتحادية يعني الإخوان حاليا رجعت كتسمة جمهورية القبائل الاتحادية وهنا كنقوله مبروك لجميع الأمازيغ مبروك للشعب القبائل الحر اللي هو أقدم مستعمرة في القرى الإفريقية يعني كانت مستعمرة من طرف العثمانيين ثم من طرف الفرنسيين وحاليا من طرف الاحتلال الجزائري ولكن اليوم كنقوله مبروك لأول مسودة ديال دستور ديالكم ودائما إحنا مع تصفية الاستعمار الجزائري والحمد لله كان هناك للمرة الثانية شعب القبائل الحر المستقل فهذا التطور يعني ديال ملف ديال جمهورية القبائل الحقوقية والدستورية لطالما قومات ونضلات من أجلها قدماء الحركة من أجل تقرير مصير ديالها أو من أجل تقرير مصير الشعب القبائل ديال مك والحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى والبرلمان القبيلي إبني أفاي لمساء الخميس مستودة ديال منطقة ديال القبائل اللي كتنص يعني التي تنص على تسمية المنطقة ديال القبائل هي الجمهورية الفيدرالية للقبائل اليوم الإخوان بزيف ديال منابر الجزائرية غادي تعلق على هاد الحادث الهام بزيف ديال منابر الجزائرية يعني ما عندهم شي موضوع من غير هاد الموضوع ومن غير هاد الدستور وهاد الدستور حاليا ده بكي حدد الجهات وحدودية هذه الجمهورية بالقانون تنظيمي وإلى جانب ذلك هاد المسودة تخوص يعني كذلك على أن اللغة المتدولة عندي يعني القبائل هي اللغة القبيلية وكذلك العملة اللي غادي استعمله هي عملة جمهورية القبائل وجاء اختيار يعني نهار 19 ميل اللي كان يوم الخميس لتقديم أول دستور للقبائل واليوم الإخوان احنا يا رحنا في 21 ميل يعني البارح هو اليوم الرسمي للمطالبة الرسمية بطح الاحتلال الجزائري يعني الكبرانات العجزة أحفاد وأولاد الأتراك وهذا الشيء الإخوان حسب وكالة الأنباء القبائلية يعني حاليا الإخوان احنا كمان غريبة غادي نتابعوا لوكالة الأنباء القبائلية وبحكم أن المغاربة يا إخوان في مواقع تواصل اجتماعي دير هاشتاغات بدعم جمهورية القبائل حرة المستقلة يعني يجب فتح قنصوليات وصفارة ديال هاد الشعب هنا هاد الشعب الإخوان الحر اللي كيبقى حر وغادي حارب يعني الاحتلال الجزائري وهاد الشعلاش نظرا يعني شنوعاش أو شنو اللي مازال كعيش لحاليا مع هاد الكبرانات العجزة مع هاد المجرمين يعني من قاموا اعتقالات ووصلت بهم الدناء يا إخوان أنهم حرقوا الغابة باش هاد الشعب يعني يموت بالعطش ويموت بالجوع لكن اليوم كتجي ماما هم فرنسا وكتدعم شعب القبائل الحر المستقل هنا يا إخوان غادي نشوفوا عبد المجيد وغادي نشوفوا شنقر يحواش يمشي ويطالبوا أو يعيطوا للسافير ديالهم للتشاور هنا فرنسا يا إخوان اعطت لهم ثلاثة ديال يعني الرسائل في هاد الدعم ديالها لجمهورية القبائل أو لفرحات مهنة أول حاجة هنا كتقول لهم فرنسا يعني هاد الشي اللي كندير أنني صافيغ سلتي دي منكم يعني ما بقيت وش كتموني وكذلك هاد الدعم الفرنسي هو واحد الدعم رسمي من فرنسا من الرئاسة الفرنسية ومن المكتب ديال ماكرون وكذلك واحد الرسالة فرنسا كتوصلها لهم كتقول لهم ذاك الشي اللي عناء المغرب لعقود يعني أنكم كتدعموا الانفصال في بلادهم وأنكم يعني كدرو بزرط ديال مناورة الخطط للمملكة المغربية اليوم غادي تدوقوا يعني ولو جزء من ذاك المعرار يعني غادي تدوقوا أو يعني غادي تعيشوا في نفس الموقف ديال المغرب أنكم كنتوا كتدعموا الانفصال مما شعب ديال جمهورية القبائل فهو أكبر أو أطول يعني احتلال في القارة الإفريقية غادي نمروا الإخوان للجيش الجزائري اللي هربان من شنقرحا ومتاجه للحدود التونسية باشي طالب باللجوء السياسي أو يعني اللجوء كيف ما بغوا يكون المهم هما هربانين مش نقريحا وكان أخبار تانية كتقول باللي رأى بعض من هاد الجنود يعني بغين يهربوا كذلك للمملكة المغربية مليا الإخوان كنسمعوا التصاريح ديال عبد المجيد ملي كيقول باللي البلد ديالحرية ملي كيقول القوة الضاربة ملي كيقول لأقوى قوة يعني في إفريقيا هي الجزائر ملي كيقول الجزائر الجديدة ولكن من اللي كنشوفه قول عشرات ديال الجيش الجزائري كيطالب باللجوء وهرب من القمع هرب المجاعة هرب من الحقرة وكان مصادرين كيما قلت لكم أنهم هربين كذلك حتى للمملكة المغربية هنا هاد الجيش علش هرب هرب الأخوان كاره الضلم كاره القمع والأكتر من ذلك كاره يعني لحم الحمير اللي كيوكلوهم علش كيوكلوهم هاد لحم الحمير باش يستحمروا الشعب الجزائري واستحمروا الجيش الجزائري باش هاد الناس ما بقاش تفكر بقى فاهمة حتى شي حاجة يعني في هاد المصائب و هاد الكوارث و هاد الجرائم اللي كيددير يعني النظام العسكري الجزائري احنا يا الاخوان كان فيديو متدول يعني عبر مواقع تواصل اجتماعي واحد الفيديو اللي فيه الحشرات ديال الجيش الجزائري وهو مغدين هربانين للحدود التونس يو طالبين بغين يطلبوا اللوجوء يعني في تونس و هاد يعني هاد الجيش احنا هربانين من القمع ديالكم هربانين من المجاعة ديالكم من الاطهاد ديالكم من الحقرة ديالكم و كذلك كان يكيقول باللي غضة يعني ذاك من هالي كانوا غضين يقولوا غضة غديجي عبد المجيد ما غدي يلقى حتى شي واحد هادي هي الرسالة اللي يرسلوا يعني هاد الجيش يعني في مباشرات يعني عالنيا كيصفتوا رسالة للنظام العسكري الجزائري كيقولوا له احنا عينا منك و رحنا هاربان منك و كذلك يعني في هاد المباشر كيقولوا له جامع صرت في العالم يعني جامع صرت في العالم بحل هاد يعني الكارتة ان الجيش يهربوا من تكنات العسكريا و يهربوا يعني من رئيس الأركان اللي هو شنقريحة هاد الجيش هاربين طالبين للوجوء السياسي في واحدة الدولة اللي هي تونس و هاد بطبيعة الحال يعني واحد الفضيحة عالمية لنظام العسكر واحد يعني للضربة قوية ضربة مدوية للنظام العسكري الجزائري اللي عطيها لنا غير الشفاوي و احنا القوة الضاربة و احنا البلد دي الحرية احنا يا بلد او احنا يا الجزائر الجديدة هنا يا الاخوان هاد الجيش اللي راه هربان فضح الاكاديب ديالهم و الشعب الجزائري رجع كيف هم و رجع عارب لنظام العسكري الجزائري ما هو غير عصابة اللي كتنهب امولهم و كتكون عروتهم المهمة الاخوان حتى اللي هنا كنكون وصلنا النهاية دي الهدلة فيديو كنتمنى و منكم الدعم كنتمنى و منكم انكم تشتركوا في القناة كذلك البرتاج اللي هو مهم جدا للقناة تحية لكم كبيرة تحية المغرب الأحرار اينما كانوا داخل الوطن و خارجه تحية للجميع المتتبعين اوفياء دمتم في رعاية الله و شكرا لحسن المتابعة و نهاية اسبوع موفقه السلام عليكم و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة